إذن صعود اليمين المتطرف وتبعاته على المهاجرين في السنوات الخمس المقبلة أستاذ داصر الحايق لماذا أنت ترى أن اليمين المتطرف هو خطر على النمسا أو المهاجرين الأيدولوجية التي يحملها هذا أو يعطنقها هذا الحزب هي أيدولوجية تفوق الأرق الأوروبي الأبيض المسيحي الحزب اليميني هنا بزعامة هير باركيكل وما عنده مشكلة مع اللاجئ المندمج وغير المندمج كما يدعي هو كاذب في الكلام هذا لأنه أيدولوجيته بتنص على شيء آخر وعنده مشكلة مع العرق واللون والإثنية نحن في مرحلة وكل قضية صراع السلطة مثل ما أقول دوما صراع السلطة هنا عندك مجال تكون سياسي وأرقى منصب في الحياة هو المنصب السياسي لأنه له محاصن ومركز راقي بدنا السلطة الجماعة هاي بإيطاليا خلينا استاذ رفعت هيك كتير بعدنا شوية بس أنا بس سؤال واضح هل عندك مشكلة أنت بوصول اليمين لا ما عندي أبدا لا يستطيع أن يفعل أي شيء لا يستطيع أن يفعل أي شيء يا أخي إيام حيدر يوم اللي حكم شفت اللي أجنبي نايم بالشارع طيب هاي المشاهدين هنا عمتلقوا أجنبي نايم بالشارع ما فيه فيه قوانين وفيه حقوق لا يستطيع أن يلعب فيها مين هو السياسي هذا يا أخي ما نسياسي هذا ولا نزعيم هذا مدير